السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمعة طيبة ومباركة عليكم وعلى أمة محمد جمعة قاطبة يعني ما مزلش بزاف الوحدي روح روح وصله صلاة الجمعة إن شاء الله تقريبا يعني سوية هكذا الخبر اللي سمعته أن جزائري مات في إيطاليا مرى قتلته لأنه سرق لها الصارت تحت هديد الموس وجبد عليها الموس نحلها الصارت ودساكو راح وهي غاضها الحالة راح تركبت الطموبيل تحتها عندها طموبيل ركبت الطموبيل ولي حقاته خبطاته مع واحد الفيترين او لما عحيته بعد قاة رايحة جاية عليه بالطموبيل تعفسه بالطموبيل رايحة جاية هذا هو ثمن الجزائري وهذا هو الجزائري وشو اللي يصرا فيه المرة اللي فات جزائري كان يرقض فيه واحد القاراج الصغير وتعوا واحد المرة عجوزة يدخل لأونوار يرقض ثمه ثمه تقرقية بعيدة الولدها والأولدها ومع البلش البوليتي جاء ضربه ثلثة رصاصات ثمه سبع ارصاصات واحد يقول سبع ارصاصات لكنه هو فارق الحياة ثم من بجاير من قبلها زيد واحد اخر ثاني يقتله يعني مش غير في الغربة لكن في الجزائري الثاني رهم يقتلوا اذا النظام نفسه يقتل في الشعب الجزائري فموش رح اذا القريب عفتك موش رح يحن عليك الغريب لكن نرجع القاضية المرة هذه اللي في ايطاليا اللي قتلت واحد جزائري لانه سرق لها الساق يعني دركوا انتهى جزائري لا اي واحد يعني يعني انا قاعد نشوف يعني الاستوار هذو تكرروا بزاف رايح لمرأة جوزاف عمرها فوق الستين تسرق لها الساق وسرح تلقى فيه الوردونس تعدوا وتلقى فيها البراتالنسولي ولكن خلات وخلات وخلات ممكن تلقى فيه ستين اورو خمسين اورو عشرين اورو مان باقع مان باقع ميهزوش دراهم دراهم بالكارطة يخلصوا بها يشروبوا بها يأكلوا بها يشربوا بها الحال الساقي اللي انتهى قد تركن فيه من صرف عشرين اورو خمسين اورو يعني يعني ما التعرجل خمسين اورو و لا عشرين اورو يعني 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 وانيidal قتلوك سرقت خمسين اورو علي العباد راح انيحترموك ولا الحوانات كيف سرقت حاجة كبيرة قال يعني ها اصدم على البنكة كيف رايزو جملين تعلي عصابات اصدم تعليم تنحيل مضرها مادوك منه وقتلوك مقولوا الله اذا طاطع الله شونسه باش يعيش حياته كاملة ولي ويسرقه حرام مي يعني يعني ولينا ارخص من الفجل ارخص من الفجل لا اله الله محمد رسول الله يعني الدم المسلم ولا ارخص منه ربطان اعناع فاة وش رح تلقى عنده وصلت بك يعني لو رحت لأي واحد رام كلا عربة ثمة يعني يقول عطي لي نشربها يعطيك عادي يعطيك عادي وطلائنا يعطوك طلائنا ما مش يعطي العرب تقريبا مش الكل لكن الكثير اللي مالبلوش يعطيك عادي بشتفطر ولا خبز يعطيك الروحي الكنيسة الإجليزية يعطيك عادي لا تقريبا اغلطيك اغلط لنشرب حيط تلقى عندهم وضعونا وانتجق لنشرب المهم ان انا عبر المرأة التي قتلت لمشاهدة ليسوا الحق إذا اردتها فقال حانوت و زوج مغاربة و دخلوا على الحانوت و دخلوا واحد يسلنا بسكوتر وتحت هذه السلاح لأنه لم يكن موزق سلاح الحب نورمال ديركت تخلي هدد فيها نحلها براها من لاكس و جاء خارج يركب فوق الموت و هي ثانية مثل الحاجب تسلاح و خرج مورا و هو مراحل بسكوتر و هي تيرت قتلته قسط اللي يقول هدك مات قال لي راكب من الله مات مات حكموا عليها ما قالوا لها شاطئ لأنهم يراعوا واحد الأمور يعني يشوف القاطع يراعوا واحد الأمور أبعد من تخيلة الإنسان نفسه و يقولوا هذي سحق رهضا يعني إذا كوما سكروا واحد الباب باب سكرواه بتاع المستقبل قادر أي واحد عنصري يقول لي يقتل في الناس و بعد يقولوا هذي سرقني يقولوا روح هذي سرقك فوت ما عليش روح هذا يحبوا سرقوك على باب قتلته روح لا هم سدوا هذا الباب تقتل الإنسان ثاني حاجة قال لك أسباب الدوافع على القتل مكانش هذا المغربي على المنظوم مكان مغربي ولا تركي والله ماني مذكر مليح لكن كلها أسباب الدوافع اللي يتخليك تقتله مكانش هو صح سرق الكاميرات موجودين عندك تأمين يرجع لك يرجع لك درهمك درهم شافوك بلي يسرقوك ومنا يجيك تعوذ ونحكموه بس كراح مصوره زيد ثاني حاجة أنه هو مقاش تهديد هذا الآن سرق هذا السلاح صح بسلح ما تدر ليكوال وراح وخلاك تسمى أسباب التهديد وأسباب الدفاع الشرعي على النفس مكانش مش متوفرة سما هو راح علش وشنو سبل خليك تزي سلاح وتخش وتقتله نفس الحكاية معاد الجزاري هددها بالسلاح صح بالموس بسلح بعد راح يعني الخطر ما بقاش ما عندهش دافع تروح تحقوه بطولة تقوله تروح تبلغ عليه تقولهم كذا كذا تعطيهم الأوسط ويلقواه وآخرتها حتى لو دصاك هي ما خسرت والو هي ما قلتكم تلقى فيها غوردونونس وتلقى فيها بيكورة الإنسولين تعالشي دافعي هي تقاليها فانا ضد انها هي تروح تعمل حاجة كما هك لازم يوقفوها عند حدها قانون يوقفها عند حدها ويسدوا البوابة ممكن اذا سمحوا لهذه ويقولها عادي بكرة اي عنصري او مرة عنصرية تقدر تشوف اي واحد تروح تقتله ويقولك اني دافعي لنفسي وسرقني فكيفش راح تثبت بلي سرقها اصلا هذا المرة ممكن يكون سرق لها الساك ممكن يكون بنا تمخيل حاجة اخرى الله اعلم لكن اي واحد عنصري راح يقتل واحد اجنبهم بعد يقولك سرقني كيفش راح تثبت انه ما سرقوش انه فعلا قتلوا هكذاك فهذا الباب لازم يتسد انهم يحكموا على هذه المرة ولازم تخلص جريمة السرقة حتى لو كانت تحت التهديد اذا الخطر مش موجود ان الانسان معتدي راح لم يقاتلكش اسباب انك تروح تخلو لان اسباب الخطر والدفاع الشرعي يعني نفس راح ملغات هذا قانونيين قانونيين وسياسيين تورا هكذا ورب يجيب الخير لنا ولولادنا ولبلادنا ولا اله الله محمد رسول الله خوتنا والله العظيم يعني والله الانسان يصبح كل يوم ينوضع على فاجعة اكبر من اللي كانت قبلها فاجعة اكبر من اللي كانت قبلها يضربات شاعة في邊قيلها يعني، عينا فيكم ديروا جمعية يالجال يحتاج جمعية azulنجية تلمون رواحكم أوولاد كم ولادكبلا ولاد بلادكما تلموا لبعض كم بالبعض أما هناك مmamش خير منكم واللاندونيزيين طحيما 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 الاندونيزيين الطاحيما طحيما 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 type كردي يرغب بره ولا قاعد يسرق والله رح يعتدي عليه إنسان بالموت مكانش لعله لهم من بعضهم ديرين بيسو سبحان الله لعله هذا انتم ما راكم كغوثاء السيل كثير من سبع ملايين في فرنسا بارتهم بزعين وخلاصهم مطلو قابر كوسا لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله الله العشية ندير وافي الله إن شاء الله نزيدنا هذا على الموضع عدو ربي حفظكم ويبارك فيكم السلام الله